التجارة في دولة الأمير عبدالقادر أولاً مطويمات الحارة التجارية في دولة الأمير عمليات البيع الحلقة الرابعة والثلاثون من سلسلة الجوانب الارتصادية والاجتماعية في دولة الأمير عبدالقادر السلام عليكم مرحباً بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سألتك المصدر ومرجع المعلومات التجارة في دولة الأمير عبدالقادر مطويمات الحارة التجارية أراد الفرنسيون منذ البداية السيطرة على تلتجارة الأمير الخارجية عندما عرف بأن الأمير وتحت حماية معاهدة 26 فيفري أراد أن يقيم عبر من الرجل علاقات مع جبل طائق وإسبانيا فرفض ونشر طرار يمنع بأحتام شديدة أي وريدات أو صادرات للسلال الفرنسية والأجنابية والإفريقية عبر مواني أخرى غير تلتا التي تطفو فيها سفنهم وقد حرص عبدالقادر على احتتار التجارة الخارجية وعمل على استقلاله التام في هذا المجال خاصة منتج الصوف والحبوب فعبارة السوق في النص العربي تعني حرية العرب المطلطة في عمليات البعاء والشيراء عبر الأسواق الثلاثة وهران أرازيو مستعنم وتصدير ما يرونه ذا فائدة لخزينة الدولة أما ديميشيل فقط فهم أن التعامل التجاري يتونه على النطاط الدولي وتم أنه حصر تليمة السوق بمرأة في أرازيو فقط وعلى إثر ذاية واصل الأمير استخدام ميناء أرازيو لتصدير القمح وذاية حسب ما هو مطرر ضمن معاهدة ديميشيل والتافنة العرب أحرار في شيراء وباء البارود والأسلحة والتبريت وتول شيء ضروري تم أن التجارة في ميناء أرازيو ستكون تحت سلطة أمير المؤمنين ولم تشحن البضايا السوى في هذا الميناء أما مستغن موهران فسوف لا تحصلان إلا على المواد التجارية الضرورية لسد حاجات ستانها وعلى أولئك الذين يريدون شحن البضايا يتوجه إلى ميناء أرازيو تم أن التجارة الخارجية الفرنسية كانت تشحن من ميناء واحد هو ميناء أرازيو وتبتان التخضع للضريبة الجمهورية وحسب الشروط الموثرة فإن جميع عملية الباية والشراء لابد أن تتم على يدوتي الأمير وهذا ما اتشفه تجار وهران حينما أرادوا الشروع في عمليات الشراء والبيع وعلى إثر ذايت أصدع الأمير عبدالقادر أو أميره بمنع العرب من بيع الطمح والشعير أو أي انتاج فلاحي مهما تنعوه للمسيحيين سوى تنوا من أهل البلاد أو لا جانب إلا بواسطة ممثلين مسموح لهم بالشراء والبيع وهم فقط من يحددون الأسعار في الأسواق وهذا التصرف دفع بالتجار الفرنسي لرفع شكواهم في أرازيو إلى ديميشا نتيجة هذه القيود وتم استخدم مينات نس لتصدير الطمح أيضا ونظام للفائدة التي يمكن أن ينالها الأمير من خلال مينات نس الذي يحظى بالاستطرار والأمطرر الأمير لاستحواذ عليه وتدعيمه بحامية من 200 عجل وقد أثار مينات دلس اهتمام الأمير أيضا وتان تابعا للخليفة بن سالم حتى يوقف التجار القليل التي بقيت طائمة على دلس وتم استعمال الأمير مينات آخر بالطرر من مدينة ندرومة وهو مرصى سيدناهوشا ومن الاتيد أنه تتم استخدام موانئ أخرى ذات أهمية ضائلة لم تقتصر عملية البيع على الطمح فقط بل شاملت أيضا بيع البنادق الفرنسية التي أمع الأمير عبدالقادر ببيعها إلى الدولة بمبلغ جينيهين انجليزيين ثم يحصل المواطن الجزائي على بندقية محلية الصنع وتم تان الأمير أيضا يقوم بعملية بيع الصوب بتميات تبيرة عبر مينات نس لتسب المال وفي ظل سيطرة الأمير على مدينة ومينات نس تم إطاف سفينة فرنسية رفضت دفع حطور تحميل الحبوب من الميناء فتم اعتقال ربانيا إلى غاية أن يطوم التاج الذي تانت تبحير السفينة لفائدته بدفع الحط المفروض إجباريا على تحميل القمح لقد تانت التجارة الناشطة داخل دولة الأمير عبدالقادر إذا ارتبطت أسواقها المهمة فيما بينها وتان ذات مناسبة أثناء عمليات البايع والشراء وجنية الأرباح تثيرة لبيت المال وفي المطاب نجد أن عملية احتطال تجارة من قبل الأمير ووطلائه تشتلت أضرار بالفلاحين والرعاة ومن جهة أخرى يمكن الحكم على أن التجارة تأثمس ظاهرة بفضل الأمن الذي كان مستتبا تماما في كل الأقاليم الواقعة تحت سلطة الأمير وفي هذا الشان يرتب بن عشناو عن هذا الموضوع فيقول تان الأمير صارما فيما يخص طاضية أمن الطرق والأسواق وتانت العقوبات الطاصية بالنسبة لمن تانوا يعترضون القوافل المحملة بالبضايا ولتسهيل عملية التبادل التجاري أنشى الأمير دار لضرب النرود والسطر العملة وصهر على إطامة أسواق تجارية داخل حدود دولته ففي معصر نظمت بها أسواق تجارية أسبوعيا تانت لمدة ثلاث أيام ابتداء من يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد أما عن أسعار المنتجات على مستوى أسواق الدولة فتانت في متناول الجامعة حيث تانى سعر الطنطان من الطمح في حدود أربع ريالات ونصف والسعر الزيت نصف ريال للتر الواحد والخروف في حدود ريالين فهي بذائة أثمان متوسطة وليست بمغرية وهذا جدول يوضح أسعار بعض السلع جدول يوضح أسعار بعض السلع في عهد دولة الأمير عبدالقادر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد